السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في فيديو جديد أعلنت شركة أوبو على الجيل الجديد من الفايند ان حيث أعلنت على الأوبو فايند ان 2 والأوبو فايند ان 2 فليب سنتعرف معا في هذا الفيديو على الجهاز الكبير والأهم الأوبو فايند ان 2 والسعر الرسمي الذي ينزل به لكن قبل أن نبدأ لتنسى الأعجاب بالنقر على الزر لاي إذا كان لديك أي استفسار أكتبلي تحت في التعليقات أما إذا كانت هذه أول مرة تجاهد قناتنا اشترك الآن وفعل زر الجرس لتكون متابعة لآخر الأخبار والتطورات التكنولوجية أولا بأول ويأتينا الأوبو فايند ان 2 مع الشاشتين بما أن الجهاز يأتينا فولدوبل الشاشة الكبيرة حين نفتح الجهاز تأتينا بحجم 7.1 إنش وبنسبة استحواذ 87.3% شاشة كبيرة من نوع فولدوبل LTPO AMOLED ومع رفريشريت تردد 120 هرتز نسبة الإضاءة هنا تصل إلى 1550 نيتس وهو رقم ممتاز جدا الشاشة الثانية الصغيرة أصدقائي حين نغلق الهيتف تأتينا بحجم 5.4 إنش مع نسبة استحواذ عالية هنا وتأتينا أيضا من نوع AMOLED وتدعم رفريشريت تردد 120 هرتز كذلك هذه الشاشة الصغيرة محمية بكورنينجوريلا جلاس فيكتور التصميم من حيث الظاهر يشبه كثيرا أجهزة أوبو ويأتينا مع ثلاث كاميرات خلفية وفلاش LED الكاميرا الأساسية هنا تأتينا بدقة 50 ميجابيكسل الكاميرا الثانية كاميرا التليفوتو تعطينا مرةين زوم طبيعية بدقة 32 ميجابيكسل والكاميرا الثالثة كاميرا ألترا وايد لتصوير الزيبية الواسعة تأتينا بدقة 48 ميجابيكسل الهيتف هنا يصور الفيديو بدقة 4K مع خيار بين 30 و60 فريم في الثانية كما يأتينا مع كاميرا سيلفي كاميرا أمامي بدقة 32 ميجابيكسل ننتقل إلى آدئ هنا حيث نجد معالج رأيناه مع أحدث أجهزة سنة 2022 الفلاكشيبس منها يعني معالج قوي جدا الكوالكم سناب دراجون 8 بلاس جنوان بمعمالية 40 نانومتر سيعطيك تجربة آدئ خرافية لن تواجه معه أي مشكلة هنا نأخذ تجربة آدئ فلاكشيب نجد نسخة أندرويد 13 وجهة كالورويس 13 بالنسبة للبطارية هنا فتأتينا بحجم 4520 ميلي أمبير والهيتف يدعم الشحن السريع بسرعة 67 و60 مما سيشحن معنا من 0 إلى 100% في 42 دقيقة كما يدعم الريفورس شارجينك الشحن العكسي بسرعة 10 وات الأوبو أصدقائي فايند إن تو يأتينا مع مدخل USB Type-C يأتينا مع ستيريو سبيكر سماعة خارجية ذات جودة عالية تدعم خاصية الدولبي البصمة هنا تأتينا سايد مونتد على الجنب الأيمن وبالنسبة أصدقائي إلى مدخل ثلاثة ونصف ميلي فلا يوجد في هذا الهيتف أما فيما يخص النسخ نجد هنا نسختين 256 جيجا و 12 رام للنسخة الأولى والنسخة الثانية تأتينا مع 512 جيجا مساحة داخلية و 16 رام بالنسبة أصدقائي إلى مدخل SD كارت فلا يوجد يعني ليس بإمكاننا إضافة مساحة داخلية والألوان هنا يتوفر الهيتف بثلاثة ألوان اللون الأسود اللون الأخضر واللون الأبيض ويبدأ سعر الأوبو فاينت انتو من 1100 يورو ما يعادل 1130 دولار السعر هنا ممتاز جدا على جهاز فولدوبل يعني أجهزة الفولدوبل من شركة سامسونج تأتينا بأسعار تفوق 1700 دولار يعني من المميز أن هذا الهيتف يقدم مواصفات عالية جدا وبسعر أقل من 1200 دولار اكتبوا لنا أراءكم في التعليقات حول هذا الجهاز إلى هنا أصدقائي وصلنا إلى ختم هذا الفيديو أشكركم على المتابعة أتمنى أنكم استفعتموا عن الفيديو أعجبكم في الختم لا تنسوا اللايك سبسكرايب وفعلوا زر الجرس ليس لكم كل جديد أراكم في فيديو قادم إلى اللقاء وشكرا